صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا وبنبدأ معاكو كالعادة بفقرة الصحافة قراءة الأهم معنوين الصحف اليومية 11 نوفمبر 2012 وبينوارنا الكاتب الصحفي استاذ إيهاب الحضري صباح الخير صباح الخير الأخبار موجودة معنا النهاردة من جريدة الشروق الصفحة الأولى مصرع أربعة وإصابة اتنين وتلاتين في تصادم كتارين وجها لوجه بالفيوم الأخبار قانون جديد لحرية تداول المعلومات وإعلام الوراثة بالرقم القومي خلال أيام الشروق التأسيسية تبدأ الليلة المناقشة الأخيرة للدستور الأهرام تقرير للشورة يتهم إسرائيل وكبرس بسرقة غاز شرق المتوسط اليوم السابع تمن مواقع إباحية ضمن الماء الأكثر تصفحا في مصر اليوم السابع قيادات القاعدة الليبية تقود الإرهاب في سيناء المصر اليوم الداخلية نحارب أشباحا وشخصيات لا نعرفها في سيناء الأهرام نيابات متخصصة ودوائر لمحاكمة الفاسدين وأسترداد الأموال المصر اليوم رفع أسعار غاز المنازل للشهر المقبل اليوم السابع وزير التعليم صرف 50% الأولى من الكادر في نوفمبر والمصر اليوم أيضا المالية لا تمييز في الأعفاءات الضريبية بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص ونبدأ بخبر حزين شوية في الشروق ومصر 34% في التصادم قطارين وجها لوجه وجه اللي وجه معنا كده أن هم كانوا ماشيين على قضيب واحد والإشارة اللي اتخذت غلط نتيجة قطأ بشري هي اللي قدت لده الثورة تتعمل نعمل ثورة ونغير بعض الأوضاع وفيه أوضاع زي ما هي يعني احنا شغلين نفسنا بقضايا معينة وعملين بنتصرح حولها وننزل في مظاهرات حولها والمشاكل الأساسية قائمة يعني لو جينا نستعرض تاريخ حوادث القطارات هلأ أن فيه كوارث في القطارات مستمرة مهما اختلفت الأنظمة تتزايد آه يعني مهما اختلفت الأنظمة بالإضافة إلى سوق الخدمة يعني في النهاية فيه نوعية معينة من القطارات كانت مشكلة القطارات بتاعة هيئة السكر الحديد دايما في القطارات اللي هي بتاعة الغلابة مفيش اهتمام مفيش وبالتالي فممكن في يوم من الأيام كنت تتلاقي حدث أشبه بالنكتة إنما هو حدث يعني فعلا أزمة السيدة اللي في يوم من الأيام دخلت دورة المايل في القطار وسقطت منها وهو القطر ماشي ودي حدثة ممكن تكون بسيطة بالنسبة للتقيامات مش حدثة كبيرة مات فيها ناس كتير إنما لها دلالة وانتهاءا بقطارات الناس اللي هو الصفوة يعني اللي يقدروا يدفعها شوية اللي هي كانت في يوم من الأيام تزبط عليها ساعتك وانت رايحة وانت جاية دلوقتي ما تقدرش تزبطها أي حاجة الكارثة الأساسية إن سيبك بقى من الحاجات اللي هي فيها فهي التوقيت ومش التوقيت الوقت ملوش تمن عندنا إنما المشكلة الأساسية في القطارات اللي هي بتتصادم أزمة وفي النهاية العامل البشري هو المشكلة طيب إيه الحل؟ ده اللي إحنا لازم نقف قدامه يعني الحمد لله على فكرة بالرغم من إن فيه كارثة المراضي إنما الضحايا اللي فيها ولينين مش زي قطر السعيد زمان لما حصلت فيه الحريق أو مات فيه عشرات أحنا مش عايزين يبقى فيه ضحايا أصلا أنا بقولك أهوان في النهاية أنا شايف أنا مش عارف أقول إيه حتى لسبب مهم جدا لإن إحنا قدام نفس الكوارث لما نيجي نتكلم في فكرة إن الأطراط زي ما هي إن خبر تاني بيقولك زيادة أسعار الغاز ورفع الدعم عن البنزين كذا ومعرفش تحرير أسعار الطاقة لما إحنا يبقى السياسات مستمرة والمشاكل مستمرة يبقى أعملنا صورة ليه مع العلم إن أنا واحد من المؤيدين جدا للصورة عشان ما حدش يزاد عليه أصله ضد هنا ما لم يحدث تغيير يبقى محلك سر يبقى إحنا كنا بنعمل الصورة علشان لعبة كراسة موسيقية هنشيل فلان ونحط فلان وبدلا ما يبقى في حزب وطن يبقى في حزب حرية عدلة إنما في النهاية ما فيش تغيير حصل نروح للأخبار الصفحة الثالثة قانون جديد لحرية تداول معلومات وإعلام الوراثة بالرقم القومي خلال الأيام من زمان وأنا بسمع حكاية قانون جديد لحرية تداول معلومات وبرضه من قبل الصورة إنما قبل ما علق عليه في حاجة أو إعلام الوراثة بالرقم القومي ممكن يكون حدث كويس لسبب مهم جدا لأن أنت عندك شغل القضاء بتاعك بحاجات غريبة جدا علشان واحد يثبت إن هو وريس لفلان لازم يروح يرفع قضية وياخد إعلام وراسة أنا ليه أسقل كاهل القضاء بحاجة زي كده وبالتالي فهتبقى بالرقم القومي وشهادات إدارية زي أي حاجة تانية أنا لما يبقى في عندي شهادة ميلاد شهادة الميلاد دي مش محتاجة أن أنا نرفع على قضية لمستند وبالتالي المفروض أن نتكلم على فكرة إن المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين كلهم موضوع على أجهزة الكمبيوتر وفي أوقات معينة لما بنحب نوصل لحد بنعرف نوصله يعني من قبل أجهزة وزارة الداخلية ونعرف نجيب تاريخه كله وكلام بكله من خلال الأجهزة والمسجل عليها وبالتالي فمش محتاج إعباء زيادة على القضاء طب بالنسبة للجزء الأول من الخبر قانون جديد لحرية تدول معلومات هل فيه نص لحد دلوقتي على القانون ده لا هو لسه تصراحات لوزير العدل بيقول أنه خلاص العملية يعني فيه قانون قريب نعمله أو يعني تقريبا جهزوا المشكلة الأساسية أنه كان عندنا قانون قبل الثورة وتم وقفه لسبب مهم جدا لأن مثلا الصحفيين والألماء طردوا عليه لأنه بدل ما يبقى حرية تدول معلومات كان يعني بيقيد هذه الحرية وفي نفس الوقت فيه جهات سيادية رفضت أنها تقدم ما لديها من المستندات لدار الوثائق في فترات معينة يعني في خلال فترة معينة وبالتالي فكان فيه عقبات كتير تفاصيل القانون لم تنشر إنما نتمنى وخاصة أن فيه بعض الحاجات اللي محتاجة توضيح في تدول معلومات هتلاقي في نفس الجرائد لما تقري الجرائد النهاردة خبر عن تغيير أن الشركة الوطنية للطيران قامت بتغيير طاقم الرئاسة الخاص بالرئيس ده خبر لطيف جدا ما شفناهش قبل كده يعني فعلا أنا حس كونين ده يحصل ويتنشر ده جميل جدا إنما إيه حيثيات القرار هو ده اللي همني هل سبت حاجة هل فيه إيه هل هو مجرد دمهم تقيل مثلا أيا كان لأن البيان بتاع الشركة بيقول إن هم على درجة عالية من الكفاءة وكلام ده كل طب المال بيتغير وتغيير لمجرد تغيير بس هو دي المشكلة الشروع صفحة الأولى التأسيسية تبدأ الليلة المناقشة الأخيرة للدستور المناقشة الأخيرة أتمنى هي تبدأ النهاردة لمدة 8 يام يعني المفروض أسبوع النهاردة 11 يبقى لغاية يوم 18 أو 19 المشكلة برضو بقول ليه علقت على المناقشة الأخيرة لأن مين اللي هيقدر يحدد إنها الأخيرة أو مش الأخيرة وسط اعتراضات كتيرة جدا يعني في النهاية القضاء معطرضين وفي المقابل الرسميين بيقولوا إحنا عملنا التغييرات المطلوبة وما حدش يزايد وبالتالي فمين اللي يقدر يحكم إنها المناقشة الأخيرة المناقشة الأخيرة دي لما يبتدوا يعملوا القرار أقول آه ده كانت آخر منناقشة إنما اللي حصل لغاية الوقت إن ده حتى في الأعضاء اللي براليين جوة اللجنة الدستورية أو اللجنة التأسيسية معطرضين على فكرة الجدول الزمن الموضوع لسبب إنه بيقولك أنا دلوقتي معنا كده إن أنا أراقش كل يوم خمسة واربعين مادة إزاي وخمسة واربعين مادة خلال الأسبوع ده إزاي خمسة واربعين مادة كل حاجة مختلف عليها بلاش كل حاجة عشان ببقاش ببالغ إنما فيه شق كبير منها مختلف عليه القضاء معطردين ولسه مهددين من يومين فيه برود أساسية لسبب السلطة القضاءية القضاء أساسا قالوا إن إحنا لو حصل ده إحنا مش هنشرف على اللي استفتأل على الدستور يعني أنت خالي كده أنت بتقضي الدستور فيجو القضاء عشان الشعب يروح يستفتعليه يقولك احنا مش مشرفين عليه خلاص والانتخابات التشريعية اللي جاية برضو مش هنشرفوا عليها لو حصل وتستمر الدستور بوضع الحالي السادة السلفيين نزلوا التحرير عشان يعملوا مليون تطبيق الشريعة عشان يضغطوا في حاجات معينة وبالتالي واللي يروح المساجد يعني خطبة الجمعة أنا سمعتها في مسجد وأكيد مر ناس كتير بمساجد أخرى ويسمعوا كلام في منتهى الغرابة أنا بستغرب بيطلع إزاي من خطيب يعني ده واحد ما أراش ولا فاهم وعمال بيفتق يعني في يوم من الأيام التاريخ بيعيد نفسه وإحنا مستمرين قبل صورة 52 مش 25 نهاية كان فيه انتخابات برضو وكان أحد الرموز الدينية بيدعو ضد اللي براليين برضو فقالهم ده ديمقراطيين خلوا بالك منهم فإيا مولاني يعني ديمقراطي قال له معاذ الله بيبيح زواج الأخ الأخت وحاجات يعني إدي أي معلومة والناس عندها استعداد أنها تصدق فالديمقراطية بقت ضد الدين كانت زمان دلوقتي بقى فيه بنوت تانية كتير عملين نختلف عليها وسائبين الأولويات يعني يقول سبع تيام أو ثمان تيام غير كافيين كافيين في ظل الضغوط كمان اللي موجودة دي كلها طيب الأهرام صفحة الأولى تقرير للشورة تهم إسرائيل وكبرس بسرقة غاز شرق المتوسط تقرير خطير جدا وخاصة أن إحنا بنتكلم عن حدود دولية والحدود الدولية معروفة حقول البترول اللي إحنا بيتم الكلام عليها دي المفروض أنها أقرب لحدودنا من حدود إسرائيل وكبرس هو المشكلة بقى عندي وده أعتقد أن كفي تلميح في التقرير لي والسؤال الأساسي إحنا ما جناش قلنا إمبارح حطنا في حفرنا بيت بيترول هنا طلع بيترول النهاردة فين الأجهزة السيادية المصرية من ده ده حصل على مدار سنين أكيد مش أفطرق على مدار شهور مش أفطرق سنين ولا غيره إنما الحفر والكلام ده كله إحنا كنا مستنين الإعلان علشان نبتدي نتحرك ده مهم جداً السيد وزير البترول هيعمل مؤتمر صحر في بكرة بالليل أعتقد أن الأهم فيه مش أنه يقول لنا المعلومات اللي تقالت يقول لنا المعلومات اللي ما تقالتش إزاي يحصل أن فيه بيتم حفر قبر في منطقة تابعة للحطوة الحدود الدولية المصرية وإحنا ما بنعملش أي حاجة ده مهم جداً أنا عمومش أول مرة أعتقد أن الخبر زي ده يتنشر فجرة ده هو مش جديد أصلاً يعني طيب يعني معرفش إيه مدى أهمية الخبر اليوم السابع الصفحة الأولى ثمان مواقع إباحية ضمن ألمية الأكثر تصفحاً في مصر وازالنا بنركز على أمور يعني قد لا تهم أنت لا 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 أنت كده الأول وما بدأ أهمية الخبر لا هو الخبر مهم لسبب مهم جداً اللي أنت قلتي إن إحنا بنركز على أمور مش هي الأولويات بس مش إحنا اللي بنركز لا الصحافة هي اللي ركزت ولا المعدة اللي اخترت الخبر هي اللي ركزت ولا إحنا مش إحنا إنما لما يطلع للقرار في ظل اللي إحنا فيه ده كله بغلق المواقع الإباحية طيب يغلقها ورينها هتغلقها إزاي على فكرة أنا دلوقتي من أول ما حاملها دي وأنا يومياً بدخل أشوف المواقع الإباحية أغلقوها إزاي يبقوا يقابلوني تمام؟ المشكلة الأساسية إن هما بيدوا انطباع إن مصر والمنطقة العربية مش مركزة غير على ده أنا ليه أدراسة في الموضوع ده ثابت علمياً وبالإحصاءات إن على مستوى العالم كله الجنس هو الاستعمال الأول للإنترنت من غير محد ينزعج أو يحس بأنه هو في نوع من أنواع الرهبة من الموضوع ده موجود وده موجود وقفلت المواقع الإباحية طيب هتعمل إيه في الأقمار الموجودة والأمر الأوروبي اللي موجود في كل بيت دلوقتي وهتغلقه إزاي؟ وغيره وغيره فإحنا بنبدي أنا المشكلة الأساسية بالنسبة لي أنا مش بقول إنها تتسام بس إيه أهميتها دلوقتي؟ تركزنا على مواضيع لأساليها أي أهمية في ظل قلق بيحصل في سيناء روح بقى بالزبط للمواضيع الأهم والخبرين متصلين ببعض من اليوم السابع الصفحة الأولى قيادات القاعدة اللي باية تقود الإرهاب في سيناء والمصر اليوم الصفحة الأولى أيضاً دخلية نحارب أشباحاً وشخصيات لا نعرفها في سيناء وده دي كارسة لأن أنا لما أجأ أقول كمواطن عادي أنا مش عارف إيلي بيحصل في سيناء أو العملية الرؤية الضوابية دي هتبقى عادية هتعدي إنما لما تبقى وزارة الداخلية واللي قد إدى التصريح ده مدير أمن شمال سيناء بيقول إن إحنا ما نعرفش إحنا بنحارب مين؟ بتبقى الخطورة لأن معنى كده إن أنا بقى ماشي ومش عارف حاجة من الاتنين هتحصل يا إما إن أنا بتوخى ضبط النفس ويجي للخطر من واحد معد وأنا مش متوقع فيروح ضرب لي زباط زي ما بيحصل أو يحصل للعكس إن أنا عندي درجة من درجات الرعب والألأ فأي حد معد أروح ضربه فيحصل إن فيه أبرياء بيسقطه يعني إيه؟ على فكرة الداخلية دي هالمسؤولة عن سيناء مش ينجيش بالزمان هالسيناء دلوقتي أصبحت لغز لدى المسؤولين ولا هي فاطات دمت؟ ما كان باعلي علامات استفهام كتيرة جدا لدى المواطنين فقط لا مواطنين مين؟ ما هو واضح إن إحنا كنا فاكرين إحنا اللي مش فاهمين أنا كنت كل مقعد مع حد يقولي هو إيه اللي بيحصل في سيناء؟ أنا مش فاهم فطلع إن كمان حتى المسؤولين في وزارة الداخلية مش عارفين هم بيحاربوا مين؟ ودي مشكلة وده خطر بالغ على فكرة مشكلة إيه اللي خلى دول تانية زي أبغانستان مثلا خرجوا الاتحاد السوفيتي ما هو معروف إن القوة بتاعة المقاومة اللي صدرت لنا بعد كده كل اللي احنا في ده القوة دي مش قوة بالنسبة يعني بالنسبة للتحاد السوفيتي هو اللي تقارن إنما المشكلة الأساسية كانت في حرب العصابات إن الجيش الرسمي بتاعة الاتحاد السوفيتي معروف إنما اللي بيحاربوهم مش معروفين ودي الخطورة إن حرب العصابات دي ممكن تدمر لك في ثانية تطيير لك مجموعة من الزباط مباني يعني فيه هنا قوة غير متكافأة لإن زي ما بقولك في النهاية يا إما هيحصل عنها سقوط أبرياء والدخلية في الحالة اللي زادية هتبتدي اتخاف من رأي عام بهجمها وفعلا حصل خلال على فكرة الإسبوعين اللي فاتوا وكان فيه مؤتمر في شمال سينة الأهالي بيقولوا لا حققوا الأمن بس مش كل حاجة أرق الدماء واضح إن فيه توتر والتوتر ده اتبرر دلوقتي بالتصريح العجيب ده إن الداخلية بتقول إن إحنا نحارب أشخاص أو أشباح أشباح دي خطر جدا ده خبر مرعب مرعب طبعا والأشباح دول ممكن ينتقلوا بالنشبح ده حر الحركة على فكرة والغريب في حاجة إن إحنا كنا بنقول إن الإرهاب موجود في فترة علشان فيه ضغط على الجماعات الدينية تم الجماعات الدينية دلوقتي هي اللي مسك السلطة ده مجرد سؤال يعني اللي بيحصل مش فهم المصري يوم السفحة الأولى رفع أسعار غاز المنازل الشهر المجبل يعني ده مزيد من الأعباء على الموطنين لا هو استمرار للسياسات الماضية يعني هو في النهاية اللي بيحصل إيه إن إحنا زي ما قلت في الأول خالص إحنا عملنا ثورة بس الأوضاع هي هي فعملنا الثورة علشان نمكن ناس على حساب ناس وبالتالي فأنت عندك دلوقتي القروض اللي كانت حرام بنروح ناخدها من صندوق البنك الدولي من صندوق النقد معلش وبناخدها بس إحنا كنا بنهاجم قبل كده الفايدة على أساس النهاري بقى خلاص يا جماعة ما بقيتش ربق إما اللي اسمها إيه سيادنا اسمها خدمة دين حول وخلص وما فيش مشاكل والشعب بيصدق كل حاجة طيب هاتو الفلوس مش مش مشكلة وهناتحمل أعباء المشكلة مش في الأعباء بتاعت سداد الدين المشكلة في الشروط تتصدق للنقد الدولي اللي هي أساسها تحرير أسعار الطاقة أوجه الصرف ده هنشوفه بعدين ونتناقش فيه والمفروض الكلام ده كله إنما تحرير أسعار الطاقة أنا بجيب قرض علشان أحرر أسعار مو لا شرط ففي الحالة اللي زيدي أحرر أسعار الطاقة معنا كده الغاز يغلى الكهرباء تغلى ونشوف قرارات عجيبة غير مدروسة بغلق المحلات اللي هي برضو مش داخلة في الأولويات وإحنا هجبنا ده قبل كده وفي النهاية علشان الكهرباء وبعدين يطلعوا بعد كده يقول لك لا أصلا مش هتوفر كهرباء وبعدين الحزب اللي كان بيروج لده وبيدفع عنه يتحول بقدرة تهدر إلى حزب معارض بقى حزب الحرية العدالة للمعارض للحكومة اللي قالك أنا ضد قرار إلاق المحلات وإحنا بننسى قيادات الحزب هي اللي طلعت في التلفزيونات قبل كده عشان تدفع عنه مش مسؤولين للحكومة قيادات الحزب بدءا من المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في الحزب والكلام ده كله هم اللي كانوا بيدفع عنه مرة واحدة لقوا الانتخابات الرابط ويخسروا الناس طيب قرار زي ده هيغلوه نشوف الانتخابات هتحصل لازم الناس سبقوا وعيني اللي بيحصل نروح على خبر يمكن في تفاول شوية اليوم السابعة صفحة الأولى وزير التعليم صرف الخمسين في المائة الأولى من الكادر في نوفمبر كويس بقيت الخبر بقى اللي موجود فيه انه بيقولك انا احاول او بسعى لتحويل وزارة التربية والتعليم من مزارة خدمية الوزارة استثمارية ده اللي انا عايز افهمه يعني ايه كويس جدا مهودان لما قالوش الخبر برضو اه في حرية تدول معلومات بس فين التحليل اللي وراها وفين الحساء يعني ايه وزارة استثمارية افهمها دي من عندي خدمات عامة اللي هي المدارس الحكومية وعندي خدمات استثمارية زي المدارس الخاصة والكلام ده كله كويس جدا ومبروك على المعلمين ان هم يأخذوا الكادر ويرب يأخذوا به انما في النهاية افهم انا عندي وزارات لو حولتها انا قعدت سنين طويلة بهاجم وزارة الثقافة لان هم كان ايام فاروق حسني في حاجة اسمها للتصمار ويقول لا ودي لابد ان نتحول الى وزارة استثمارية يعني ايه وزارة استثمارية فيه خدمات لابد ان تقدمها للشعب لان هي دي الصناعة السقيلة بتاعتك تمام ففي النهاية ما تجيش تقولي انا هرصف الطريق ده بس ابيعهولك لا انت بترصف لان دي خدمة انا بدفع فلوسها على فكرة من الضرائب وكلام ده كله وبالتالي خلاص فيعني ايه وزارة استثمارية دي اللي مطلوب منها تفسير مهم جدا الكاتب صحفي استاذ ايهاب الحاطري بشكرة جدا على وجودك معنا النهار انا المتشكة جدا مشاهدين اخليكم معنا بعد الفاصل حنكمل باقي فقراتنا في نهارك ساعة اشتركوا في القناة